اشتركوا في القناة هذه المشدات حصلت كده مشدات يعني على الهوى خلال فعاليات المؤتمر الصحفي اللي أعدته نقابة المهنة الموسيقية بسبب اعتراض سعيد الارتست على منح نقابة كرنيل حسن شاكوش يعني كان فيه ردود بالمناسبة من مجلس إدارة الموسيقيين بحقية شاكوش أنه يحصل على الكرنيل وتفاصيل الحقيقة أنا اللي عايزة أتعرف عليها أكتر من الأستاذ سعيد الارتست اللي هيضم بلينا على التاريخين دلوقتي عشان يفهمني الحاجات اللي أنا يمكن جايز أكون ما انتبعتش لها أو زي كثير من المشاهدين أستاذ سعيد أهلا بحضرتك أهلا بحاضريك أستاذ راكت أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أيه اللي حصل يا أستاذ سعيد والله اللي حصل يعني هو كان المؤتمر الأول في النقابة بعد كده لما لقوا شعبة لقاع كتير جدا في المكان الصغير فتعلمني الأستاذ هاني شاكر وقال لي احنا نعمله في مكان تاني ويريت ما تجيبش ناس كتير يعني نحاول كده ما تجيب لهمش سيرة وكان واحد كده ونخلص الموضوع ده قلت له خلاص يا أستاذ هاني فطبعا حصل أنه أكلمني في أحد الفنادق عن يعمله والساعة واحدة الده وقلت له حاضر فأنا رحت في معادي وكلمت أستاذها بالمعهد أستاذها دكاترة في الإقاع وأستاذها معروفين جوم معايا حوالي تمانية وعادنا والأستاذ هاني والمستشاري الإعلامي قال كلمته الأستاذ طارق مرسادة قال كلمته والأستاذ هاني قال كلمته وحسن شاكوش قال كلمته واعتذر وقلت له وأنا قلت لك البنتي وقلت له أستاذ حسن أنا عارف الإجراء سلامت نية وأنت قلت الكلمة ديت يعني أنا أحكو لنا مزعليني طالما الموضوع كده وأنا كمان عشان أقول لك لنا مزعليني أنا كمان أجابوس الدماغ أنا أسهم عليش من العدم علمي وهو أعتذر عن إيه أعتذر عن الشتيمة اللي هو الجهنة اللي قال من كل ما مسك طابلة بنتو تطلع رقاصة الموضوع ده أثار الجميع كل عزفين الإقاع وعندنا أستاذ دكتور عميد معهد الموسيقى العربية ده بتاع إقاع وييجي أكتر من 30 دكتور في الإقاع وأثارت لك كتير جدا والغريبة إن هم ما تضموا معنا بتقول لبنان طبعا لنا زم بي إيه وأنا في لبنان أنا لبناني وبيت بيشرق أزا وفلسطين والأردن وجميع الدول العربية والأستاذ سعيد ده القدوة بتاعتنا ولازم يوقف فلقيت الموضوع هيجان جمت جدا جدا من كل الدول العربية فأنا قلت للأستاذ زهاني والأستاذ زهاني استحالة إن أنا أديله الكرنيل أنتو أخواتي وأنتو أبهاتي وأنتو 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 استحالة لما يصيب النقابة أبقى أدي الحسن شكوش الكرنيل يجي نقيب تاني يبقى يديله الكرنيل تمام ممكن أتوقف لحد هنا أعرف المؤمر ده من فنانين مختلف التخصصات المؤمر ده بحضور زهاني شاكر اللي هو البطمر بتاع النهاردة أو المؤمر بتاع النهاردة خلاص أنا جدت أنا كنت مساكل بره أقصد إنه ما كانش وارد إنه تتكلم في الموضوع في حصل المشدد دي ولا كان وارد إنه يحصل فتح كلام في هذه الأمور يعني ما همش معقول يعني الحضرتك اللي أنت هتعرف فيه دلوقتي إنه لم سافر بره والأستاذ هاني قال يعني لما دعم المؤمر ويقع حسن شاكوش ويعتزل لشعبة الإقاع وبعدين ندينه تصريح لتكارنيه أنا بره والأستاذ هاني بره مش في مصر وفيه قيلة إنه حسن شاكوش مسك لتكارنيه ومعاتلين صحابه وحطوا على سيدره فحسنا إنه هو بيطلع لنا لسان وبصراحة تربنا حسنا إنه دي أهانا لإينا هل حصل بقى مكالمة مقشت فيها الأستاذ هاني شاكر ولا إيه الفصل بعد كده تكلمت بقى الأستاذ هاني قال لي أنا شفت الناس اللي هم في النقاضة وهم هم فأنا سألت بقى عايزة أعرف مين اللي ماضى يعني عشان معنا بره والراجل بره ومين اللي عطاله الكرنية فسألت الدكتور علاء سلامة قال أنا مكنتش موجود سألت الدكتور عاطف إمام قال أنا مرحتش كان عندي اتحانات سألت الأستاذ حلمي عبد الباقي قال أنا ممضيتش سألت وبعدين فيه الدكتور محمد عبدالله فأنا عايز أفهم طب مين اللي عطاله الكرنية هو سير يعني هو أنا مش من حق إن أنا أسأل كده يعني لما يبقى دول مش موجودين والنقيد مش موجود مين اللي عطاله الكرنية وبعدين أنتوا متفقين إن إحنا نعمل المؤتمر الأول وبعدين تطوله التصريح أو الكرنية وبعدين أنتوا جايبيننا النهاردة خلاص عطاله الكرنية والرجل نازل تشتغل وخلاصه عن إطراضة خلاص بكشكوش كلا معي يا حضرتك؟ أنا بسمع حضرتك طيب فطبعا هو ده أنا بسأل حضرتك عليه سبب المؤتمر إيه؟ سبب المؤتمر إن هو خلاص عطاله التصريح ما فيش بقى لك معي أحتذر لك وحاجات كده طبعا أنا من حق إيه؟ إن أنا أعرف والناس كلها من حقها تعرف إن الأستاذ هاني كان مسافر وكذا عدو مجلس إدارة قال أنا أنا مكنتش موجود في النقابة أنا من حقنا كلنا نعرف مين اللي أعطاله الكرنية؟ يا دي فيها الغلط؟ طبعا أنا عندي سؤال هو الأستاذ هاني شاكر قدم استقالته بسبب الأزمة اللي حصلت؟ أه طبعا بقى السبب إن فيه حد اللي هو سكرتيري النقابة هو اللي بأوز اللي كان فاضل ضيئتين على المؤتمر ويخلص حقير بس أنا لما سألت السؤال دوت قال لي يا خلاص يا أستاذ سعيد اللي أحنا كلنا ماضينا وإنت بقى مش عاجبك تعالى أنت ترعى على النقابة فطبعا كل زبايلي والأستاذة اللي عاديهم ما عجبهمش الكلام يعني إيه دوت قالوا لي آه يدرع وإيه عصلت ده إيه؟ المشدة الكلامية بس المشدة الكلامية الأستاذ هاني ما تدخلش فيها مش كده؟ الأستاذ هاني بقى ابتدعي سعيد بس فطبعا بكنت راضي عن شكل النقاش بالشكل اللي شوفناه ده؟ هو السبب فيه سكرتيري النقابة مش احنا احنا ناس محتربين وعارفين واشتغلنا ما ما فيش أي لبز تلع مننا لبز خارج ولا تطاول ولا أي حاجة احنا بس السؤال ده على الأقل اللي احنا من حقنا ان احنا نسأله ومستشار حسن انشاكوش نفسه كان عارف ان انا طالب مؤتمر وقال لي عايحصل والأستاذ هاني عارف وكلمت الأستاذ هاني طب وحادفت وصلت مع الأستاذ هاني بعد مش قبل يعني بعد ما حصل انه انسحب بعد ما سمعت بقرار كلمته ورديته وقلت له انت بس سحمتك وما نحاولش تضايق نفسك واللي حصل حصل خير وكلمته وكلمته الأول وكلمت الفنانة نادية مصطفى وبرضو كمسررين ان احنا نلم الموضوع ما فيش أي مشكلة وبتا بس هو اللي بوز الكل اللي عمله ده انا مجرد سؤالي لما هم مجلس الادارة يعني تقريبا نصهم قالوا ان احنا من كنا طب من اللي عطاله الكرنيل والنقيب مش موجود من اللي عطاله الكرنيل فحب بقى يد الترابيزة الأستاذ احمد رمضان في سكرتاب النقابة وبكلمة ان ما تيجي انت تدرها فالناس اللي موجودين كلهم ما عجبهمش الكلام ده فطبعا يعني هو كده بنت الموضوع بنت الموضوع بمعنى بنت الموضوع ايو انا بقولك ان فاضلنا فيتين مهرجان ويقلص وما فيش اي عاجة لما انا زنقت في السؤال وييجي واحد يقول لي احنا كلنا ماضينا ويا استاذ لو مش عايبك تعال انت دره فطبعا يعني ينفع الطريقة دي طب انا عندي سؤال بشكل اخر ليه حضرك ترفض حصول حسن شكوش على كرنيل نقابة هل لانه قال اساقات معينة يعني عايز اكتر لوضع لعزفي الاقاع يعني يعني اول وده بداية الامر ان احنا طبعا كلنا كلمة زي دي تعبتنا وزعالتنا ازاي ان كل فيه ده كترة وفيه اساقات زكبار واي فرقة موسيقية من غير الاقاع ولا تسوى يعني بترفض عشان كده طبعا برفض اساقة لينا لا بترفض ان هو يحصل على كرنيل نقاب عشان هو اساقل عزفي الاقاع طبعا انا طلبت شده وممشتش بالنقابة لما تشدك وكان عايزين نعملوله واقف كم شهر ويدفع غرام قلتلهم قلتلهم على جستي بالبعنى ده قلتلهم على جستي مش عايش بالنقابة لما ده وكت قلت في حالة سيئة جدا وطبعا المجلس وقلتلهم بعد ما اعتذر يا استاذ سعيد على مرأة ومسمع بالجميع على كلام حضرتك في المؤتمر ما اعتذر ماشي احنا لأ انت حضرتك بتقول ان هو اعتذر اعتذر لمين ده ده النهار ده ايوان ليه حصل المشدك اخر دقيقة في المؤتمر طالما هو اعتذر يا ستة كل ما انا بردك يعني انا يعني هو ده سؤالي دوت اللي هو خلى الموضوع يعني وانا مش من حق ومن حق كل زميلي اللي هم مجوش من حياة يعرفهم هم كل ساعة لهم عايزين يعرفوا مين اللي عطلوا الكرني بس ايه المشكلة يا لأ انا كده دخلت في القصتين ان هو ليه خد الكرني ولا ان هو اساء ثم اعتذر ما هو اساء وخلاصه خد الكرني من وراء من ننا ان هو مفروض ماتفقين عليه ان هو عام المؤتمر ساحة فيه واعتذر للاقاعيين شعبة الاقاع اللي هم تلت النقابة وبعد كده هو خد الكرني معلش انا برضو يمكن مش فهمة فاهمني وخدرك استاذ كبير خدرك بتقول هو خد الكرني من وراء من ننا من وراء من من وراء مين يعني مش فيه اناجنة معينة هي اللي بتقبل او بترفض ده كلام ده مفروض يدهوله بعد المؤتمر بعد المؤتمر اللي هو يعطي الكرني اه يعني يعني يعطي الكرني بعد المؤتمر بتاع النهاردة بالزبط وده مش قبل وكله عارف كده والمستشعر بتاعه عارف كده وكل اتخاله عارفين كده وقاله هيحصل كده انا فجيت وانا مسافر ليهت واخد الكرني وفي لو استاذ هاني شاكر كمسافر وعايزة تطمين اللي اعطان له الكرني فالسؤال ده دايقهم جدا احنا اعطان له الماكلس كله موضع ندينه الكرني والستاذ سعيد ولو مش عاجبك تعال ادرها انتا فطبعا السلوك واللفز والحاجات دي دايق الناس اللي معايا طب الاستاذ هاني شاكر لما ناقشته يعني اهانة تانية يعني استبزاز واهانة تانية لينا من النقابة نفسها ينفع كده لا اكيد هي اي اهانة طبعا طبعا يعني قولا وحيدا انا عايز اسأل على حيكة انا عايز اسأل على حيكة فدرك بتقولي توسط المعصصة هاني شاكر قبل وبعد بعد هو كان ايه رد فعله على طريقة النقاش اللي خصلت غلط مين ايه كان ردها ايه كان ردها طبعا مبهي بجع ولا لأ يعني اذا كان دي لحظة غضر هو الاستاذ هاني تعب وزائل جدا من اللي خصل استاذ هاني طبيق جدا ويا ريتك تكلمه وكلمته فعلا وردت علي الاستاذة نادية مصطفى قالتلي يا سعيدي اللي حصل دوت قلتلها اللي حصل مش مننا مدعيتلي الاستاذ هاني طبيقين جدا قلتلها ادهولي وكلمته وقلتله ولا يهمك في اي حاجة واللي انت عايزه وردته بكلمتين وخلص الموضوع انا فوقيت دلوقتي بالاستقلة بتاعتي من مين بقى من مين بقى استقلة احنا ماشيين زي الفول لزارجة اللي انا قدام كل الموسيقين قلتله حسن انا عارف دي كلمة عفوية وانت قلتها وانا مستعيان ويعم وابوس كمان دماغك قدام بقول لي شاكوش بقول له قدام المؤتمر كله عند اصحابة موجودة وانا مستعدة بوس على دماغك كمان يعني نيتي ما فيش اي حاجة هو كلمة دي اللي شاطت الناس كلها مش انا كمان شاطت الناس كلها لما انا بسعى للسؤال ده فحسيت ان هو وجع قوي يعني ما تيجي الدرع انت دي يعني 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 دي ايانة وستبساز وهو اللي بوز المؤتمر بس تؤموري باي سؤال تاني لا الامر لله احنا ساعدين احنا سمعنا صوتك باول حاجة وصلت وصلت الفكرة طبعا يفن دم وصلت هنا ناس محترمين والعالم كله عارفة من عاز في الاقاع المصري طبعا اللي هم محترمين فما كانش صحة من حسن يقول كده في الاول ودي كلمة عفوية واحنا سمحنا فيها بس احنا كنا في المؤتمر وفقونا كزا مرة بالمؤتمر قبل ما يدونوا الكرنيه فلما خاد الكرنيه بدون ما احنا نعلم فحسنا ان دي اهنا لنا ممكن تقول حاجة لو الساز هني شاكر قبل ما تأخل انا حزين وانا مستعد بكل شعب بتلقاه عن نوضح لغاق بيته والموسيقى انت قيمة وقامة كبيرة واخسارة لنا كلنا كموسيقيين مصر والعالم العربي انك انت نقبنا وتقدم السؤال وانا بعتذلك عن اي حاجة مزعلات يعني كفيته ووفيت تسوى السعيد انا مستعد لزوء ولطف منك شكرا وخدرك كيفان اهنا خمديك اهنا ما يشتد طي اه هم مدلو كلمتين لو كنت عايز اقولهم يعني مليش ان اختم في ظروف زي كده بس ليه ان اقول انه هني شاكر فنان كبير وفنان مهم وفنان متفرد وقامة كبيرة ويعز علينا انه نسمع يعني محابر استقلتوا للمشاهلكم شكرا جزيان المتابغ انتظرونا في المزيد الادراك